السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نأخذ الدرسا جديدا بعنوان تمثيل البيانات وتعرفنا سابقا على كلمة البيانات وهي المعلومات التي نقوم بجمعها وتكون هذه المعلومات غير منظمة وغير مرتبة وتعرفنا على كيفية تنظيم هذه البيانات من خلال جدول يسمى بجدول الإشارات وتعرفنا على كيفية عمل هذا الجدول وقلنا أن كل إشارة تدل على شخص معين أو على مجموعة أشخاص إذن كل إشارة تدل على شخص معين إشارة تدل على شخصا وهكذا أيضا تعرفنا على طرق جمع البيانات من خلال إما عن طريق أني أوجه سؤال إلى مجموعة من الأشخاص والحصول على الإجابات وتسمى هذه الإجابات بالنتائج أو من خلال إجراء تجربة اليوم سوف نأخذ درسا جديدا بعنوان تمثيل البيانات وإن شاء الله سوف نتعرف على كيفية تمثيل البيانات من خلال الأمثلة الموجودة في الكتاب هيا بنا عرض تاجر لبيع الأجهزة النقالة اللوحة الآتية لإعطاء الزبائن فكرة عن مبيعاته من الأجهزة النقالة خلال ثلاثة أيام تاجر بدأ يبيع أجهزته النقالة عرض أجهزته أو مبيعاته كمية المبيعات اللي ببيعها من خلال لوحة وهي إنوان درسنا كيف نتعرف على تمثيل البيانات من خلال لوحة طيب إذن في عندي طرق لتمثيل البيانات هي إما عن طريق لوحة أو عن طريق مربعات رح نشرحها وعن طريق دائرة اليوم رح نركز على كيف نمثل البيانات من خلال لوحة شو يعني لوحة هي عبارة عن جدول هاي اللوحة هي زي ما هي عندك عبارة عن جدول يحتوي على صور بدل ما أحط فيها إشارات زي ما كنا نعمل بجدول الإشارات سونا نعملها من خلال أشكال أو صور بتدل على أجهزة بتدل على أشخاص مش بتختلف عن جدول الإشارات كنا ننظم الإشارات ننظم البيانات من خلال جدول الإشارات إذا كنت أنا أنظم البيانات من خلال جدول الإشارات رح نمثل البيانات أو نظم البيانات بصورة ثانية عن طريق لوحة هاي اللوحة شو بتختلف عن جدول الإشارة جدول الإشارة كان يدل كل إشارة بتدليلي على شخص واحد أما الصورة بتدليلي على أكثر من شخص كيف بدي أعرف أنها بتدليلي على أكثر من شخص نتطلع على آخر اللوحة في عندي أن كل دائرة بتدليلي على أربع أجهزة نقال إذن كل دائرة كاملة بتدليلي على أربع أجهزة إذن هذه عبارة عن مفتاح اللوحة إذن مفتاح الجدول أو مفتاح اللوحة إذن هاي بتدليلي أنا بتفرج آخر الجدول بشوف إنه كيف بدي أحسب كيف حسب البائع أو التاجر من خلال اللوحة حطلي مفتاح إنه كل كيف كأنه إحنا بخريطة مش خريطة مثلا بتدليلي هالتضاريس هذا بحر هذا من خلال الخريطة إحنا عرفنا من خلال مفتاح الخريطة كذلك أيضا التاجر كيف بدي أمثل البيانات من خلال مفتاح للخريطة مثلي البيانات عن طريق صور أو أشكال إذن اللوحة هي عبارة عن جدول يحتوي على صور أو أشكال بدل من الإشارات طبعا هيك بسهل علينا أكثر يعني بدل ما أنه أنا لو بدي أعمل هاي البيانات أو أمثلها رح تاخد مني وقت أطول بينما التاجر عمل لوحة بتدليلي أنه كل دائرة كاملة بتدليلي على أربع أجهزة نقلة خلينا نشوف كيف بمثل البيانات هذه البيانات مثلها من خلال جدول فيها هو من خلال ثلاث أيام إذن خلال مبيعاته بدو أعطينا فكرة لزبائنه من خلال مبيعاته بالثلاث أيام هي الثلاثاء الأربعاء والخميس وحط اللي المبيعات دائرة كاملة ونص دائرة غلينا نحسب كمية المبيعات طيب اطلعوا علي الدائرة الكاملة هي عبارة عن أربعة صح؟ زي ما هو حكالي إذن دائرة كاملة بتدليلي على أربعة أجهزة إذن دائرة كاملة بتدليلي على أربعة طيب وعندي شو نص الأربعة؟ هاي عندي الدائرة نصين هاي أربعة واحد اثنان تمام إذن إحنا نعد 1 2 3 4 إذن كل مص دائرة بتدليلي على 1 إذن دائرة كاملة بتدليلي على 4 أجهزة طيب وعندي كمان 1 و 1 2 إذن 4 و 2 يساوي 6 أجهزة إذن عدد الأجهزة كاملة 6 إذن 4 أجهزة زائد 2 يساوي 6 مبيعات من الأجهزة نكمل عندي دائرة كاملة أنا حكالي الدائرة الكاملة بتدليلي على 4 1 2 3 4 إذن 4 أجهزة زائد كمان 4 1 2 3 4 هاي كمان صاروا 8 إذن كم من الأجهزة هاي 8 لسا ما خلصت كمان عندي جزء 1 إذن 8 1 9 إذن 4 زائد 4 زائد 1 بدللي على 9 أجهزة باحهم من مبيعات وكانت يوم الأربعة نكمل يوم الخميس إذن كم من عندي دائرة كاملة 1 2 3 4 إذن عندي 4 زائد 4 زائد 4 زائد 1 2 زائد 2 إذن 4 و 4 8 و 4 12 و 4 13 و 14 إذن 14 جهاز باع يوم الخميس تمام نرجع أعيد تاجر مثل بياناته من خلال لوحة وحكينا شو يعني لوحة يعني هي عبارة عن جدول هذا الجدول بيحتوي على صور وأشكال بدلا من الإشارة إذن اللوحة هي جدول يحتوي على صور وأشكال بدلا من الإشارات اللي كنا نحكي إنه كل إشارة بتهدللي على شخص معين أو على جهاز معين إحنا عمل التاجر مثل بياناته من خلال لوحة ورح نتعرف كيف نمثل البيانات من خلال مربعات أو دائرة إحنا يعني بهاي السؤال مثلنا البيانات من خلال لوحة هاي اللوحة بتحتوي على جدول هي عبارة عن جدول فيها الأيام الثلاثة ثلاثة أربعة خميس وحكالي أنا كيف عرفت إنه كل جهاز بدل كيف باعه كل كيف الشكل بدل عليه من خلال المفتاح الوجينية إذا حكالي كل دائرة كاملة بتدللي على أربع أجهزة إحنا الدائرة كم جزء فيها أربع أجهزة واحد نين ثلاثة أربعة إذن أربعة إذن أربعة أجزاء إذن كل دائرة كاملة بتدللي على أربعة أجهزة إذن الدائرة الكاملة بتدللي على أربعة أجهزة نقالي كيف عرفت من خلال المفتاح الموجود تحت زي كأنه خريطة كأنه هذا الجدول أو اللوحة إليها مفتاح المفتاح كيف بدي أعرف أحلو من خلال هو حطي كلي كل دائرة كاملة تدللي على 4 اجهزة نقل اذا هي مفتح الجدول او اللوحة من خلاله انا بمشي على الحال ببلش احسب عدد المبيعات يوم الثلاثة عندي دائرة كاملة كاملة تدللي على 4 اجهزة 1 2 3 4 اذا 4 اجهزة نص دائرة نص الاربعة كامل 2 اذا 4 زائد 2 بساوي 6 نكمل يوم الاربعة الاربعة عندي دائرة كاملة 4 وكمان دائرة كاملة 4 8 ونص نص جزء من الربع من الدائرة اذا 1 بدللي 9 اجهزة يوم الاربعة يوم الاربعة يوم الاربعة يوم الاربعة كامل 4 وكمان اربعة 12 وكمان اثنين صاروا 14 جهاز طب لو انا حكيت لك كم عدد الاجهزة بكل الايام عدد مبيعاته بالثلاثة ايام يوم الثلاثة والاربعة والخميس حكيت لك كيف كنا نعمل بجدول الاشارة نجمع المجموعة الكلي نفس الاشارة نعمل بتمثيل البيانات رح نجمع الستة زائد 9 زائد الاربعة بساوي 25 جهاز باع بثلاث ايام طيب نكمل اذا كانت كل صورة على نحو الدائرة في اللوحة السابقة تدل على اربعة اجهزة نقالة فان النص يدل على جهازين والربع يدل على جهاز واحد زي ما علمت دائرة كاملة تدل على اربعة اجهزة النص تدل على جهازين الربع تدل على جهاز واحد اذا هو هيك انفهمني يمثل بياناته من خلال اللوحة هاي اللوحة بدل من يعمل جدول اشارة عمل لوحة هاي يمثلها بصارة اسهل صرت اعرف كيف اعرف الجهاز او من خلال لوحة من خلال مفتاح الجدول او مفتاح اللوحة اللي حط ليه بالاسفل من خلال المثال السابق ولاحظ انه يمكن تمثيل البيانات من خلال بالصور او الاشكال اذا هاي الطريقة سهلت لي كيف أحصل على البيانات والمعلومات بطريقة أسهل رح نكمل السؤال ولاحظ أن مبيعات يوم الثلاثة مثلت بصورة ونصف الصورة وعليه تكون عدد الأجهزة النقالة التي يبيعت هي أربعة إذن حكينا يوم الثلاثة باع أجهزة أربعة أجهزة زائد جهازين بتساوي ست أجهزة نقالة أيضا مبيعات يوم الثلاثة الأربعة مثلت بصورتان وربع الصورة وعليه تكون عدد الأجهزة النقالة التي يبيعت أربعة زائد أربعة زائد واحد أربعة وأربعة ثمانية واحد تسعة إذن تسعة أجهزة إجد عدد الأجهزة التي يبيعت يوم الخميس كيف نجمع إذن دائرة كاملة عندي أربعة زائد كمان دائرة كاملة أربعة ثمانية زائد كمان دائرة كاملة أربعة إذن أربعة زائد أربعة ثمانية وأربعة إتناش وكمان اثنين تلتاشة أربعة تاشر جهاز نقال بيعت يوم الخميس طيب إجد عدد الأجهزة التي بيعت في ثلثة بدي أجد عدد الأجهزة حكيت لك المجموعة الكلي بجمع جميع الأجهزة التي بيعت 6 زائد 9 زائد 14 وتساوي 25 جهاز وهيك اتعرفنا كيف نمثل البيانات من خلال لوحة هاي اللوحة شو بتدللي بدال إذن اللوحة هي عبارة عن جدول يحتوي على صور وأشكال بدل من الإشارات وحكينا شو طرق تمثيل البيانات إما لوحة إما مربعات إما دائرة اليوم تعرفنا كيف نمثل البيانات أو نمثل التاجر بمجموعة مبيعاته من خلال بيعه للأجهزة من خلال اللوحة واللوحة عبارة عن جدول يحتوي على صور وأشكال بدلا من الإشارات كنا زمان ننظم البيانات من خلال جدول الإشارات تعرفنا كيف نمثل البيانات من خلال اللوحة كيف بعرف كل جهاز أو كيف بعرف العدد الموجود الكلي من خلال مفتاح موجود في اللوحة أو الجدول هاد بعرف لي انه كل كيف حسب التاجر كل جهاز اذا كل جهاز كل دائرة كاملة بتعد بالدل اللي على اربعات اجهزة ويعطيكم العافية يا طالت ورح نكمل ان شاء الله يوم الاحد